السلام عليكم واتجعنا لكم في حلقة جديدة وانطباعات وان بيس خلونا نبدأ قبل ابدأ الحلقة شغلتنا بننبه عليكم والأولى لا تنسون التابعونا على حساباتنا في اليوناو والسناب والإستجرام ليش؟ لأن احنا كل يوم جمعة سنعمل بث مباشر على اليوناو الساعة ثمان بالليل طالما ان احنا مش موجودين في حفل او مسافرين سيكون فيها تساؤلات فيتو صدافة مشاهير نظريات انطباعات لايف وياكم حسابنا انستجرام لايف نغطي فيه الحفلات دائما لما نكون عنا بخليل ابراهيم العامة وخماجد مسافرين او عندنا شي نعمل فيه بوضو تساؤلات لايف فتابعونا عليه ايضا الاسناب ليش لانا لما يكون عند اعلان عن شي وما في وقت نزله في اليوتيوب سنعلن انا وباهيم في الاسنابات هذه اللي تشوفونها قدامكم فحاولونكم اتبعونا عليها فيها برضو اشياء جميلة اخبار عن المتجة والانيمي وما الى ذلك الحسابات هذه ارجو انكم تعتنون فيها واتبعونا الشيء الثاني صراحة الحلقة هذه برعاية موقع الفانتوم موقع الفانتوم هم جبار صراحة في ترجمة الانيمي جبار جديد ورائع ومتفاعلين ولهم فاعلياتهم الكثيرة والجميلة ويتميزون بسرعة ودقة وجودة ترجمتهم وتنزيلهم للحلقات فموقع الفانتوم شكرا لكم لرعاية هذه الحلقات الحين ندخل على وين بيس وقفنا في الحلقة اللي فاتت على الجوع والمصيبة اللي هم فيها الحلقة اللي فاتت كانت اعتقد شابتر او شابتر ونص يعني كانت دقة دقة في التركيز على الاحداث الرسومات في الحلقة تغيرت الجدية زادت في الرسم بدت الحلقة بفلاشباكات واعتقد انها مهمة لفلاشباك هذي تذكرون لما جاء واحد وهمس في اذن سنجي وقال لسنجي كيف عرفته وقال لا تحسبنا نلعب فاعتقد انها فعلا نكلمو عن السفينة وعلاقتها بالسفينة اللي في الازق الشاقي كنت وقتها مستبعد يعني الكل يدينا سنجي طباخ لكن هنا لما جاء وقال لان كنت طباق في السفينة الفلانية في الازق الشاقي والبيغمام هذي يعني واحد تعجب فيك بسبب انك كنت طباخ توبطونها مع الكلمة اللي قالها لفيتو في اذنه فتشوفون انها ممكن ان هذا الشيء اللي يهدده السنجي فيه نجي للشغلة الثانية اللي هي لوفي لما صاد اسمك وكان ميت جوع يعني كلامك يا لوفي حتى اني والله افهم في اللغة اليابانية ما عادي شلون صادوها المترجمين او يمكنها مكتوبة يعني فانس المترجمين اللي يترجم الحلقة راهوا يعني خذوها من الياباني وترجموها انجليزي شلون صادو كلامه الا اذا كان الكاتب او الاستوديو حاطينه لوفي شي يقول ممكن لان ما اني فاهم انه شا قاعد يقول ايا View! لكن صراحة مشهد لوفي الزومبي هذا جبار المبهوض يكذك موريا ي ayeحطونك عند موريا انك وحش من موحوش موريا شكله كان جبار يعني مرة مرة مرعب فاقد الحياة صاد السمك منشكلها public so ismika من شكلها واضح انها كانت جايبة لعيد شكل السمك أنا توقعت أساساً أنها محتة حط على السفينة على طول لوفي بيفتع فمه وبياكلها حطت السمك على السفينة راح تشبر بيدور في خزنة سنجي كلها منك يا سنجي لو أنها تشبر و هو ما فتح الخزنة لقى الكتاب كان يمكن تلاحق على لوفي قبل ياكل فتح الخزنة المجلات اللي رايحة فيها حسبي الله عليك طاحت ويدور داخله كلها مجلات مجلات لين يلقى كتاب الوصفات تأكد أن السمكة هذي سامة شغلة مرمت عبرنا عن المطبخ الياباني في أنواع من السمك السام يعتبر لحمة لذيذ لكن يجب تحضيره بطريقة معينة في بعض أنواع السمكة قطعة لحم بسيطة منها أعتقد كان اسمها نسيت والله شخص كان اسمها قطعة لحم بسيطة منها هي اللي صالحة للأكل وهي اللي يسمونها السمكة المحارمة على الامبراطور الامبراطور اليابان ممنوع يأكل من السمكة هذي وأي طباخ لازم يكون متخرج بشهادة معينة وحتى مخلفات السمكة هذي ترمى في حاوية الكيميائيات والمواد السامة فجاءت هنا السمكة هذي قال لك بس جلدها هو اللي سام جدا وفعلا في بعض المخلوقات جلدها سام بينما أحشاءها مش سامة أعتقد بعض الضفادع كذلك فجاءت شبار ينبه لوفي لقى لوفي ما أكل الجلد خلاص يعني خلق كل شي وكل الجلد ويقول لذيذ يعني يخرب بيتك أوكي أكل اللحم الجلد تبدأ بالجلد على طول سمك كبيرة بتشبعك أكل اللحم لا بدأ بالجلد أوكي طبعا كثير قالوا لي من قبل في الحلقة اللي فاتتنا لوفي أكل السمكة هذي وأنها السمكة سامة أنا ما اعتباتها حرق ولا شيء ليش لأن أنا عارف أن لوفي عنده مضادات حيوية ضد السم ليه لوفي تعرض السمه جلا وصار عنده مناعة منه ويعتبر من السموم الجبارة بعدين جاء سيزر وضرب لوفي بالسم وقال لا تحسب أن سمي الغاز السام حقي زي السم البداي حق مجلا ترى أنا متطور مع ذلك ما أثر فيه لكن هنا لما قالوا حق لوفي العالم الجديد ليس لعبة لما قال لشينجاو وغيره العالم الجديد اللي ندخل هذا ليس لعبة فيه بلاوي لاحظوا كائن عادي في البحر السم حقي أقوى من مجلا وأقوى من سيزر وجلده بس يعني نحن دخلين على شيء جديد يعني لوفي عندك مضادات حيوية أوكي نجيت من سم مجلا وسيزر ما أثر فيك ذلك التأثير أوكي لكن السم اللي انت راح تتعرض لها الحين العالم الجديد يعني ندخل مقاوماتك الجبارة تعتبر شيء بدائي في العالم هذا اللي ندخل له لاحظ سمكة بسيطة أكلها قضت عليه قضت عليه هنا لما قال له زور بعد في حدث بنك هازرد قال له لا تلعب لا تلعب لا تلعب لاحظ يعني كم بيموت نعم يقول انت بتصير ملك القراصنة والكل يبكي كم بيموت خلاص على شفير الموت طبعا ما راح يموت توه تونا يعني في العالم بداية العالم الجديد هو لي بصير ملك القراصنة بينجو بطريقة أو بأخرى لكن هو على شفير الموت على شفير الموت وقال له له زور من قبل قال له ان تلعب واجه في حدث بنك هازرد لما انتصرت عليه هذه اللي تتحول الجليد نسيت يسمها تتحول نوع لنوع الجليد لما فقعت وجه لوفي جاء زور قال سمعت انها فقعت وجهك لا تلعب ما بوقت لعب وايضا في حدث اليوجين قال اذا ما كان عندها القوة فاللي يتنحى يعني يزور داخل بجدية وان قاعد التقطق يلوفي الحين انت عرضت حياتك للخطر بسبب انك جايع اوكي اكل بس استنى قال لك شبه بروح يجي بالكتاب وبيجي يعني مو بشي صعب يعني نجاتك الحين ايا كانت بكب مهضو الصدفة لا شبه عند الترياق ولا احد قادر يسوي لك شي اذا هو ما نجى بنفسه وبقوة الكلمة اللي عطتها اياه نامي فنجات صدفة وهذا شي يعني يغضبني احنا في العالم الجديد احنا في العالم الجديد ملك القراصنة كان بيموت بسبب خطأ سخيف ونجا بسبب الصدفة يا الله هذا نعتبرها سقطة سقطة في القصة عليك يا لوفي كيف ملك القراصنة تسوي كذا وكيف يكون نجاتك بالطريقة هذه لا ويقولون خلنا اطمقلكم قالوا قال لك اكبر كلمة معبرة في الأنيمي الكلمة اللي قالها لها اكبر كلمة معبرة لما قال له ما ابي اكل المجاري اللي انت تسويها مجاري الكاري يعني كانت بالفعلك زي المجاري وهم يأكلونها لا ريحة لا طعام ولونها وكل شي قاله مجاري الكاري اللي انت سويته ما بيأكلها مرة ثانية لاحظ بروك هايكه العظمي يعني مفوض انه ما عنده معده يستفغ او شي فقاف له وياه اذا بروك قاف له وياه فلوفي معليش في الطبخ اوخر نامي راحت اخيرا اتبعت خطوات بسيطة من وصفات سنجي وعاشوا في نعيم اجي شوانهم سويها سنجي هي مشت من اي لزد حبه 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 بالدعليمات لانه هي نافيغيتر تعرفوا يتوح يمين نسار يمين نسار حطنا هذا كذا حطنا هذا كذا خلاص طبقت الوصفة بحذفيرها شوفوا النعيم اللي عشوه شو لو انه سنجي اللي يمسوي لهم الاكلة هذي انا كواحد يحب الطبخ واطبخ اقولك لما اجي اطبق وصفة لازم ازيد شي وانقص شي وعدل شي عساس اني اضيف لمستي الخاصة في الوصفة لكن نامي انها طبقت اكل سنجي بحذفيرها يعني شفتوا كل النعيم اللي نشوفها على الشخصيات لما يكونوا اكل سنجي في كوم واللي صار في الحلقة هذي كوم ثاني من قدرات الطبخ الخيالية اللي في وصفات سنجي لما قال لوفي من قابل أنا لاني طبق ولا 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 كان عندي النكمة وما قلت لكم في قصة تواتا دي دنان ان كل اللي كان ناقص الملك المواهب فجمع المواهب العشرة كلها عشان يصيح ملك تواتا دي دنان فهنا لوفي هو اللي جمع اشخاص عندهم المواهب ما به اللي تعلم لوجي في تواتا دي دنان لا هو اللي تعلم هنا الفرج هنا لأقل' عندي النكمة اللي بقüyorهم كله أشكاله واهم يصحونه أنا ما قدенер اقلدهم الكاتب يعني حتى أرهمكم من الكاتب واجهة صعوبة في رسم المشهد هذا إلا يبكي وفي نفس الوقت يتلذذ باليبكي من الفجعة من فجعةه على صاحبه والحسر للداخله وفي نفس الوقت أن يتلذذ لا أدري الكاتب شلو قدر يوصلها يعني كنت اقدر اقول انا او غير من اللي شوف الحلقة ما انبالعت انشان يصيح ويتلذذ نفس الوقت ما انبالعت لا انا اشوفها انها انبالعت عندي وكثير من اللي كلماني اعجبهم المشهد هذا فاعتقد صراحة ان الكاتب ابدع في رسم المشهد نيجي الحين الى النقطة المهمة في الحلقة والتي تنتظرونها بفارغ الصبر السفينة اللي جاءت سفينة الجيرما سكسي سيكس وكيف انها سفينة عبارة عن قلعة على دندن موشي طبعا حيوانات الدندن موشي الحلزونات هذي تكلم عنها اودا من قبل قالوا سنجي حطم دندن موشي اقتله احنا متعودين عن شخصية فون بيس انها ما تقتل فقال اودا في ذلك الوقت كان شي غريب قال اودا انه عندنا لما حطم حطم الجهاز ما قتل الحيوان يعرف سنجي لما يحطم انه يحطم الجهاز وما يقتل الحيوان فقالت اقول كيف يعني هو كسرع يعني اعتقد انها كانت لما قال انا مستر برنس فكيف تعامل معا بها الطريقة الحين وضحت لاحظ ذيلي حطين قلعة على الدندن موشي الجيمة سكسي سكس حطين قلعة قلعة كبيرة على الدندن موشي الحلزون لانه قال اودا ان هذا حيوان تاخذه على حسب ما تحطه فوقه راح يكون الجهاز اللي عندك فواضح ان سنجي عافي تصرف على بحكم ان احنا شفنا اخوانا الحين عندهم قلعة على الدندن موشي لما ذاك في فشال النظارة وشفت الحواجب حقتها قلت يو سنجي سنجي بس هو مقارف الحلقة اللي فاتر اثنين يتكلموا قال انا مشتاق اشوفها هذا سنجي طيب سنجي انا شفتها هناك شي القصة سلامات يعني ما قال لي فلاش باك يعني ما فجعني ما قال فلاش باك سنجي بس قلت لا 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 مستحيل مستحيل لانا انا لما اترجمت اسم سنجي في النظرية اللي قلت لكم ان سنجي هو ابن لعائلة نبيلة وان اسمه الابن الثالث لعائلة نبيلة فخلاص يعني ما احتاج احد يحرق عليه ولا يقول لي واضحة ان هذا اخوه لانا انا لما اتكلمت من قبل وهذا شيء على العين هذا فرعان انا متكلم من قبل احس عربت حساسي يقول يا محمد انت تحرق على متابعين المانجا يعني متابعين المانجا يشيبوا شيء اناأا احقها لهيوم لما تكرمت في نظرية سنجي ابن العائلة نبيلة الابن الثالث لعائلة نبيلة كنت تكلم اذا سنجي هو الثالث هل هذا الابن الاول والا الثاني طبعا سن الذي هو ثالث جيét الابن سنجي يون اربعة جي رابع سنجي الثالث وهذا الرابع اذا لدينا اعتقد هاتجي بيسürü لنجي ما يبعف أجيب أجيبت العيد ماجد أين أنت يا ماجد ماجد أحتاجك حالحيد العموم بيصير عنده الأخ الأول والثاني هذا اللي لسه ما اطلعه اللهم الأخ الأول والثاني لما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أساطير الجيرما و كيف أنه في صورة بطل عدالة كان يقاتلهم كلمني أحد على الاسناب أعتذر منك نسيت اسمك و أصبحت الصورة اللي تكلمتني فيها في محادثة اسناب أنهم قريبين من المقاتل المضحك أو يقضان الفضاء الطيبين كانكم الذكونة يقضان الفضاء كان واحد معاه آلي ضخم يمشي و أخطبوط مش نرس يقاتل جيش من الأخوة و هم عبارة عن ثلاث أولاد و بنت هنا تعكدت لي في الحلقة هذه النقطة أنه لما انقزت البنت هذه فتعكدت لي النقطة أنهم ثلاث أولاد و بنت ثلاث أولاد و بنت و جيش زي كذا و أشكالهم غريبة ترى يعني بتشوفون تشابه بينهم بينهم سمات يقضان الفضاء طبعا هذي اقتباسات شكلية الاقتباسات الشكلية تشوفونها في كل شي اقتباسات شكلية مو بنفس القصة زي ما قلت لكم فهنا جاء هذا الشخص لما شال الحواجب تذكرون في نظرية سنجي قلت لكم الحاجب أول قبل السنتين كان الجهة هذي و كان من طوي هنا بعد السنتين في الجهة هذي و من طوي هنا فأما أن الحاجب شكل غريب كذا أو أن الحاجب زلق على الجهة الثانية فأنا أعتقد أنه مش حاجب أنه علامة ولادة هذا اللي أنا قلت في ذلك الحلقة هنا لما أخو زنجي شال القبعة أعطاني الاحتمال اللي كنت كارهة أشد كواهية يعني كثير كان يتوقعنا الحواجب زنجي بكون جاية كذا ومساوية كذا هنا زي أخوه حاجبه هذا كذا وحاجبه الثاني كذا وشيء اللي أنا مايبي فأتمنى أنه أكون علامة ولادة لأن إذا كانت حواجبا كذا بيكون ياه لا كبادي أستنى 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 زنجي ما لك حجة لازم تكشف لازم تكشف يا زنجي يا الله انني صدق قبل سنة ونص تتكلم عن سنجي وشكل حواجبه للحين قاعد أشوفها قبل سنة ونص يعني قبل أن يأتي عائشة في المنجا قبل سنة ونص لا قبل ثلاث سنين يا ولد قبل ثلاث سنين تتكلم عنها للشكل وحواجب سنجي والعائلة النبيلة والابن الثالث وهي قاعد نتأكد واحدة 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 يووو شيء ما تدري بطير يعني. شيء لما جاني واحد يقول لك شغله في الحديث을بيغمون ho beğen m Corporate انت حركت على متابعين المانجا يتابعون المانجاكбо من النظريات اعتبوا اللي أنا قلت عن حتى لا تريد حقا و الله توقعات. توقعات من باب تحليل الأساطير تحليل القصص القديمة وتوبط هذا مع هذا تحليل الأنيمييات القديمة تحليل الكاتمة تشكان يشوف تتجمعها معنا معهاavil Z把 لقد فوق البارد كيضا يووووووو وينك عباعة جدة انا لا اعلم Ang me dont I said واناا تزلت الحلقة في الا whynگيا يا الله المهم سانجي والحواجب انتهنه منه صارت أخوه هينجي البارد يا مفصخ زي للي على رسي وطلع مشكله معليش بس اثنين هم خلففان اثنين هم خلفان خق علي نامي بس هذا ما اتحكم اكثر يعني ذاك سنجي كان مستعد يضحب اي شي عشان نامي لانه خوف في البداية بعدين صارت النكمة هذا تخافة نشوي بعدين وقف خلاص ما اعطيكم الترياق اللي انتم كالقراصينة تاخذونه مني وجاء اقوى مشهد وجولي شفتها في الحلقة يعني فقدين شخصية زي هذه بغياب زورو لما تكلم بيدرو وقال اعطوني الاذن بقتله بس اعذنوني انا ما اتحرك الاذن منكم اعطوني الاذن بقتله وبجيب لكم الترياق ثقة مبهيط ثقة في فارق الله اه بفقع وجهة ما لكم شغل اخو 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 بفقع وجهة وبين واحد يفسح بسيفة يقول عطوني الاذن وقت له الجلاد يعني بيدرو صير الجلاد غاب زورو بيدرو موجود انا الجلاد اعطني الاذن اتصرف ما عندي مانع اجلد يووو موقف قوي من بيدرو وبكل ثقة قاع شوف قدامه سفينة الجيمة 66 سفينة كاملة وعليها اثنين واحد عليها رقم اربعة اللي هو يونجي البنت هل ما شفتش الرقم اللي مكتوب عليها صراحة فا.. يقول عطوني الاذن وقتله قوة جبروت يا رجل جبروت بيدوا اضافة جبارة جات في الطاقم زي ما كان من قبل كاييمون وكانجو رايزار فاحنا عرفنا الحين ان المنك تحالفه مع طاقم لوفي وقلت لكم من قبل اذا تلوه طاقم لوفي بيحتاج شي جديد عضوه جديد في الطاقم فهو شخص يضيف اضافة جديدة للطاقم ما بين استراتيجي نقص يعني يحتاجون واحد يوجن وعشان كذلكم جيمبي انتهى الموضوع لان لوفي عوض عليه من قبل جيمبي انضمن الطاقم هو العضو العاشر ولن يختصر الطاقم على العاشر اشخاص لا بس انسوا الحين جيمبي كيوجن لوفي كان يبغى الدب اللي عند لاو كمينك فا.. كمينك كعنصر الجنس جديد هذي مفقود عند لوفي لكن لما شفنا توانتاتا الأقزام لوفي رفض انضمامهم وقبل فيهم كتحالف والمينك الحين تحالف معهم فهل بنضمان لا ولا لا لكني يحتاج لهم شفتوا الأشياء اللي سواها لما جات الرياح بدروا وكارت شك 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 وفعوا الأشعة شافوا شي اللي صاير ارجعوا في لمح البصر حلو الموقف لما جاء ذا قال ما احطيكم الترياح قال اذا بتاخذونها مني بالقوة فتح سيفا قال بقتله عطوني الفرصة بس كارت لما نزل هذه البنت اعتقد وفتحت يدها قالت غاز كذا على طول قالت غاز شنو غاز يو ما بيّن لنا شي احنا ما شفنا شي اكاوت قالت على طول غاز وفتحت يدها باستعداد تام هذا اللي ناقص طاقم لوفي اكون معكم صريح استعداد تام لمقابلة اي عدو هذا ناقص طاقم لوفي يوجن يساعدهم ناقص طاقم لوفي استراتيجي هذا يندمج مع اليوجن اعتقد ان جيمبي بيكونوا الاستراتيجي حق طاقم لوفي فهالثلاث ايشيه هي اللي ناقص طاقم لوفي هل طاقم لوفي بيقتصر على العشرة؟ لا لن يقتصر طاقم لوفي على العشرة بتشوفون له قفزات اكثر لوفي قال احتاج على الاقل عشرة عشان ادخل الـ Grand Line نجوع الكلمته كان يقولها الالفيديا قال على الاقل ما قال على الاكثر قال على الاقل عشرة عشان ادخل الـ Grand Line وتحدى شانكس بعشرة من طاقمه قال على الاقل عشرة واجه افقع واجه انتوا طاقمك لاحظوا في كل الكلمتين قال على الاقل واحد عشان يدخل الـ Grand Line واحد عشان يواجه طاقم شانكس لانه كانوا موجودين وقتها عشرة في جزيرة لوفي لكن الحين عشان يهزم كيونيكو عشان يوصل ملك القراصين عشرة is not enough ما هيكفونك العشرة يا لوفي تحتاج اكثر وانا اتمنى ان يكونون اكثر مع انها راح يطلب من الكاتب قوة وحبكة في كيف هي يحط قصاصهم وطريقة تعاملهم وتوزيعهم في القتال كل حدث يقص الطاقم لوفي منه جزء ومنه جزء انه فيه تحالفات لوجود التحالفات بس في حدث دوسوزا قسم الطاقم والحين في الحدث هذا قسم الطاقم من قبل كان يقسمهم في الحدث نفسه الجهة منه وجهة منه الحين لا الحدث كله يشيل نص الطاقم فهل بيستمعوا الكاتب على هذا الشيء ولبيلقى حل المعضي له هذي صعب انك تسوي حدث فيه كل الشخصيات المهم انه لوفي وصل الى اقصى حدود الموت وجات هذي قتلى لكم بخيل يا اخي وعطت على وجهة طيارته و اللي لابسينه كتجار حرب يعني لما توجعون بوكو نوهيرو مثلا شفتوا بوكو نوهيرو لما تكلموا كسبورتا والشركات التجارية ما احترهتم بالهيرو واحترهتم بالمعدات اللي انت تسويها للهيرو فهم يستخدموا معدات اكثر شيء ويعتمدون على المعدات حتى سفيناتهم شوفوها قلعة على دندن موشي دندن موشي اعتبى من الاجهزة المستخدمة في ون بيس الاجهزة القوية في ون بيس فهم ناس لهم في التطوير والمعدات شوفو اجسامهم كأنهم رجال اليين يعني كأنهم ابطال الخارقين حق رجال اليين بيوكبون في غوندايزة والكابتن حق غوندايزة والكابتن حق مازينجا والقاعد يعني شوفوهم دائما يبسون على البيسة زي كذا فوضع انهم ناس لهم في التقنيات اكثر شفتوا الاقدام وكذا فدخلين على جيش جبار جيش اسطوري يعني اذا كان بطل العدالة احتاج رجل الالي للقتال معهم فهم جيش يستخدم التقنيات بشكل كبير هذا اذا كانت القصة حقيقية طبعا حقتها رجل الالي معاني انا اشوف انها حقيقية ناس عبدالله السويدي يشوف انه سورة وتسر في تشابه في الاسم ماجد يشوف انه سورة وسينغوكو انا اشوف انه رمزية اكبر منهم كلهم نشوف منو فينا ثلاثة راح يصيب توقع هلو عبدالله السويدي ولا ماجد ولا انا انتظر الحلقة الجاية اللي وحتك شوف لنا شو بيصيب الاهبل ملك القواصنة يموت بالصدفة وينجو بالصدفة يا الله ادينا كوميدية بس تغبن يا ناس تغبن كانوا بيموتون في الماء بسبب الجوع بعدين كانوا بيموت بسبب السم والحين ما في انقاذ له من السم كيف ملك القواصنة ينجو بمحظ الصدفة انا كنت مراهن علي ان يواجه كايدو رجل لرجل بطريقة او باخرة انه لابد ان ريلي علمه وكل قالوا له حذره يعني ريلي حذره لكل حذره قال لان داخل على العالم الجديد شي جديد عليك كيف انه ملك القواصنة القادم بيموت ونجاته بمحظ الصدفة مو مستعدين يابون ترياق يعني لو ما جات السفينة هذي او لو ما لقوا الجزيرة او 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 كيف شي يغبن لكن لا لا شوف اودا دايما يغبني بحواكات لكن في الاخير طوف طوف يجلدني يعني يوديني مين بينما الحقيقة في اليسار فبنتظر وشوف كيف حينجو وشني العشي اللي راح تصير في الحلقة الجاية انا متحمس جدا يعني الحلقة هذي ما بين الكوميديا والغبنة والحماس والسعادة بتحقيق اشياء كثيرة كنت متوقعها قبل ثلاث سنين عطتني كل ما اريد كل 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 ما اريد كل اللي ابيه منكم الحين لا تنسوا الحسابات اللي كلانتكم عنها في بداية الحلقة تابعوها ايضا لا تنسوا يا شباب الاشتراك في القناة والتفعيل جرس التنبيهات لانه فعلا في مشكلة في موضوع التنبيهات والمشاهدات يعني كثير يقول مشاهدات فيها مشكلة المشاهدات في القناة يعني مش بمستوى المتابعين في مشكلة هي في مشكلة وان شاء الله اليوتيوب بيحلونها ففعلوا ارجوكم زر التنبيهات عشان تطلع الحلقات اكثر وتنتشر اكثر يعني تفعيلك لزر التنبيهات راح يفعل حلقات اكثر ويساعدنا اكثر ففعل زر التنبيهات الاشتراك الشير اللايك و اوجوكم قلوا معاي سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفقوا و اتوبوا اليك شوفكم موسيقى 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 موسيقى